لو الحكاية فيها إنا ذيكو ايه ايه خدمات موجودة بس مش شغالة مستشفايات موجودة بس ما فيش ما فيش علامة حاجات موجودة بس مش شغالة مش مش شغالة على عرض الواقع حروق يبسع ده قال له كمال الدال ما بيعملش حاجة يعني ده المجلزة مروح مش قابلش ايه ما انت حضرت ان شايف له ايه مجا حاجة جبت بالنسبة للخدمات ايه الخدمات اللي انت تتعويضها وما تعملتش بالنسبة للحياة زي مهي النظام القديم زي نظام نظافة مبارد نفس النظام مفيش نظافة والنسبة لحلولاتي انا بالنسبة لحلولاتي بنتي عايش انا عايز اعملها بقى انا جاع وراحت البسطة عشان اعمل حوالي بردي ومن عادي اطيام مش لاقي اي حوالات ما فيش مش موجود ما فين ايه الجاجر هو بيعمله مش ايه الجاجر اي حوالاتي اه في اداء عاطب عد حميد محافظ القهارة وانا اصلاح الفترة محرفش اسم بس انا احرفت ان البلد بنسبة للخدمات خدمات سريئة جدا على مستوى الزبانة على مستوى الزبانة يعني كل الشوارع الخلية والخارجية مش عكس مفيش في البنطقة كلها مثلا خدمات عامة زي حمامات عامة الطرق كلها رصف تبس كل طرق مقصرة الاداء سيئ جدا هل انت من الطالب ابرحل اللي خططة حميد والمجيب انا انا اعرفش مين اللي هيجي بعدين انا من الاداء هو لو يعني يحسن من الاداءه طبعا على عين مباشر لكن في الظروف اللي احنا شايفينها كده بالنسبة للخباهرة عاماتها مفيش حاجة فيها خدمة انا شمتها او حسيتها في كل حاجة الجناين اللي في الطرق كلها اصبحت مبادة تماما الشجر بيتقصر الزراعة مبقاش في الاهتمام حتى الواجل الجمالي بكل خاصة القيارة مبقاش فيه واجل جمالي يعني حتى لو بسط على النيل القهيرة اللي هو المقروب عنوان مش غير القهيرة بقى فيه صرف وبقى فيه القهيرة مش بتكلم بقى بحتة قليل القهيرة صرف نه بقى الموضوع يعني طبعا غير جائل تهي الاوكيد احسن شوية باعتقد كده شكرا جدا من ناحية ايه؟ مش اي خدمات بتاعزن في الحوندية والبادرة من المونيب لغاية العياط مش اي خدمات بتاعزن زي ايه؟ السبالة على الشوارع المية محبوعة اه ايه تاني هل انت مع انه ياخد فرصة كمان ولا يتم استبداله؟ لا ده يستبداله من النهاردة قبل كمان ساعة ام يعني اتشال السعادة قبل كمان ساعة قبل كمان ساعة جاية كمان او ساعة بعدية على الطريق السريعة عطريق الدائري ام من اول المونيب لغاية متوارقة كده انزل محطة وخطة كده هتلاقي الزبالة مالية السلالة اه شارع الفيون بجارة السلامة ده في كل ما تخيله انت شايف محافظة القاهرة ويحتموا بمناطق ومنطق الاخر؟ اه دي اساسي اه طب ايه السبب؟ لان هو متواجد فيها المنطق اللي متواجد فيها جاء فيها رعاية وغير كده مفيش عاجل اتفرج عالتكاتف اتفرج عالتكاتف الجيزة اتفرج عالمرات اللي ميسموها عشوئيات اتفرج عاليكم احترم جدا وحنا نعرفه كان مسك مدير امن الجيزة الناس كلها بدوشكر فيه جدا وكمان زالت علاقته هو مش غريب على الجيزة اصلا زالت علاقت الناس بيا ما مسكت المحافظة لانه عارف مشاكل المحافظة لانه قاعد فيها فترة طويلة جدا جدا طب بالنسبة للنجاحات اللي عملها في المحافظة خلال فترة اللي مسويفة لغا دلوقات والله احنا نشعر بالامن يعني الامن ده منتشكت جدا جدا في المحافظة اي مشكلة بتوصله بيخلك اي مشكلة خاصة بالمراضة هل انت مع التقديد له فترة كمان؟ يعني نتمنى ان يكون اصلا بقى من نحوص من حظ بحرص الجيزة من الراجل ده لو جدده اقعد ثانية ذي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة